أنا زوجة بقالي 27 سنة ومعايا ثلاث أولاد بنتين وولد بني خليهم ببارك فيهم أكبر واحد عندها 26 سنة أنا عرفت أنه بيخلني ووجهته بالكلام اعترف لي أنه بيخلني من بعد الزعل كبير الأول خالص كذب وحلف علي على الإنجيل فتحه وحطه على وشه بعد كده بشوف الأرقام بتاعة الوص عرفته أنه بيكلم كذا واحدة وحالياً واخد شقة الوحدة يا ساتر ومعرفش هو مقيم معاها ولا لأ وبيروح الشغل متأخر وبيجيني بالليل متأخر فأنا نفسيتي تعبت ومش هعرف مش عارف أعمل إيه معلش قبل قلبي معاك يا بنتي قلبي معاك بعد 27 سنة بيعمل كده يا بنتي هي المشكلة أولادي بس أنا قبل ما أقول المشكلة أنا عايز أقولك تلجاي الأب الأعترف يا بنتي أبي اعترافك أولي له الموضوع ده كذا 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 وأرجوك أنت تدخل واتكلم معاه وقول له أنا مش عايزة حاجة بس أنا خايفة على أبديته أنا مش عايزة يخش جهنم أنا مش عايزة يخش جهنم أنا مش عايزة يضيع الدنيا مش مضمونة فالكلمة أبونا يتكلم معاه لو مش عايزة مش عايزة يعرف أنك أنت اشتكتيه لأبونا قول لأبونا يعني ما تقولش أنها قلت لك لكن قوله أن أنا عرفت من بره أنك أنت الناس قالوا لي يعني ابونا مش بيكذب كده وعرف فعلا حد قال يقول له حد قال لي انك انت علاقة ببناته كده خايف على بديتك يا ابن الامرف مضمون واسيبك من الطريق المسدود يعني اتكلم معاه كلام روحي وقروا من ربنا وقروا من الكنيسة وعايز اشوفك دايما متغيبش عن عناية واهتم بيتك وشوف مرتك مثلا بتعمل اهتدايئك ونحن نكلمها نخلها تعدل من نفسها وكده يعني لازم ترجع الكنيسة ترجع الى اب الاعتراف يكون اب حكيم كده من الشيوخ الكنيسة اللي عندك او اي اب بتاعترف عنده يعني او لو هو ليه اب اعتراف تقوليله لو كأنك عرفت من بره وتكلمه استرافي بحاس دخال الكنيسة في الخط من غير ما هو يحس كمان بيشتكيه وربنا بيغير الناس كتير